إحنا خطبة الجمعة يعني من الأيصر للإمام أي إمام يعني لو سألته من الأيصر لو أن يخطب الجمعة خمس دقائق والعشر دقائق لأن أولاً لما يكون جيد التحضير خلاص يطلع المنبر من الممكن أنه سيقولك المثال في خمس دقائق في سبع دقائق وبعدين يقول لك سبحانه ربك رب العزيزي عمنا سبحانه وسلامه على المرسول الحمد والله رب العام وانتعنا وبعد كده أخي يترجم وكده صلينا ليه صلينا الجمعة بس فين المشكلة؟ أين الاستفادة؟ هذا أولاً ثانياً نحن يعني خطبة الجمعة بالنسبة لنا هي بمثابت عارف الحجن بتاعة كورونا فاتشين لما تاخد الفاتشين الأول والفاتشين والثاني وبعد كده عملوا الثالث يعني كل فترة زمانة صح ولا لا احنا بالنسبة لنا كمسلمين احنا طول الأسبوع تيهين في الدنيا وبعيدين كثير من الناس أصلاً بعيدة عن المسجد لا بيحضر لا درس سبت ولا بيحضر مثلاً القرآن بعد صلاة المغرب وربما أصلاً لا بيسمحش أي شيء مثلاً ديني في بيتي يا إما الأخبار يا إما مسلسلات يا إما معكزة يا إما معكزة يا إما حتى لا يجل سمامة تلفازه ومجغول معه فمحتاج دايماً فاتشينه محتاج دايماً اللي هو ليه؟ الأنتبيوتيك بين الحين والآخر سبحان الله لأن شوف رغم كل حتى ديه دراسات أصلاً معمولة في جماعات غربية إن حتى مع كثرة وسائل إعلام المعاصرة ومع ذلك وجدوا أن من أكثر الوسائل تأثيراً في الإنسان خطبة الجمعة بتاعت المسلمين يعني شوف رغم اليوتيوب اللي مولون ورغم القنوات الفضائية ورغم كذا ورغم مش فايني بس برضو خطبة الجمعة هي لها التأثير ليه؟ التأثير الأقوى ودي دراسات بحثية معمولة ليه؟ ده أنت ساقق الله سبحانه وتعالى للمسجد ده قال لك أترك العمل إذا نوديها للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر سيب كل حاجة وتعالى لإيضاية الله سبحانه وتعالى طب بالله عليك أنت كمأموم لما ربنا يقول لك فاسعوا إلى ذكر الله أنا كإماء لو لم أقم بدوري أنا في إن أنا وجيد في تحضير خطبة الجمعة يبقى أنا كده خنت الأمان خنتك من النحية الفكرية ومن النحية العقلياً طلحتك من خطبة الجمعة أصلاً ده ربنا قال لك سيب العمل وسيب الحياة وسيب زوشك وسيب أولادك وتعالى المسجد طب أنت تجد المسجد شكلاً بس يعني أنا روح تصويت الجمعة وانت أمام ولا تقل بشيء معك تقل باستفادة صح أو لا فلابد من الأول من الإعداد الجاهل ودي أمانة الخطيب مع الله سبحانه وتعالى وأمانة الخطيب مع المأمومين وسانياً لازم تطلع من يعني تاخد الموضوع متكامل كان حتى الإخوة اللهم متابعين في الخطب يلاحظوا أن الموضوع أصبح يعني متكامل على بعضه بمعنى أنك أنت بتحاول بقادر الإمكان تدلق الجرعة كاملة عمل زي الطبيب لما يقول لك لازم تاخد الجرعة دي كذا لو نقصت ولا زي ما ينفعش تنقص وما ينفعش تزود يعني ده من وجهة نظري واحد يقول لك احنا بنخرج من المسجد نسينا كل حاجة احنا برضو مش ملايكة يعني إذا كان الصحابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نكون عندك كأننا نرى الجنة والنار رأي العين لما بتوعزنا يا رسول الله كأننا احنا بنشوف الجنة يعني الحالة الإيمانية عندهم وصلت للعين اليقين يمكنهم شكل الجنة أمامهم والنار أمامهم فإذا ما خرجنا من عندك يا رسول الله عافسنا الزوجات والأولاد وروحنا السوبر ماركت وروحنا هنا وهنا 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 فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحاتكم الليه الملايكة يعني لو أنتم موجودين برد زي ما أنتم موجودين في خطبة الجمعة والتأثر الإيماني ده الملايكة كده ايه ده الملايكة تسلم عليكم في التنقى فده طبيعة الياه الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو أعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير لو شاء الله سبحانه وتعالى خلقنا ملعكة صح هذا لا ولو أرادنا عصانا خلقنا أبارسة وشياطين لكن نحن الإنسان فينا الإنسان بيتأثر وده قويس إن الإنسان سبحانه الله لم يابس وذلك دائما نقول حتى ركزنا على عظمه في خطبة الجمعة بالأمس ودائما نركز عليه ألبيئة الإيمانية البيئة الإيمانية البيئة الإيمانية اللي هي المسجد لما تسمع مرة آية مرة حديث مرة حتى تنظر في وجوه الناس الطائعين من حولك يعني نظر في وجوه هؤلاء الناس لا يقربك من الله سبحانه وتعالى لأنهم طائعين ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلاني تحابة إيه تحابة في الأرابة النبي بينهم لأنك أنت تحب هذا في الله وتسأله أن يدعوها لك وأنت أيضا تدعو له وتقول دايما ربنا يجمعنا على الطاعة وربنا يجمعنا في الأخرة في الجنة وهكذا فدايما البيئة الإيمانية وانت تعرفين حديث الرجل لما قيت التسعة وتسعين نفسي لما زابي للعالم بعد ما نجد للعابد اللي قاله لك توبة ولكن اذهب إلى أرض كذا فإن نبيها وناس يعبدون الله فاعبد الله معهم دايما لما يكون النساء في المسجد فيعبد الله سبحانه وتعالى مع الناس حتى ولو تخلف حتلاك كذا واحد يتصل عليه اه ما جدش مش فهم ليه خلاص تعودوا انه مثلا موجود أنا مش عارف الهاتف كذا صح فالبيعة الإيمانية هذه بتحفزك ودينا فهو ليس فيها رياء ليس متحفيز وتشجيع على طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير وبركات الله فيكم وأحسن الله عز وجلاله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى